توج فطر المحار قلوبنا وبطوننا بصور تشبه أصداف المحار التي خرجت للتو من البحر هذا الفطر الجميل المتنوع الذي وجد مكانه في كل مكان تقريبا من أكشاك السوق إلى أرف السوق يواصل إضافة نكهة ومذاق لوجباتنا دعونا نتعرف على هذا الفطر اللذيذ الذي يترك بصمة على ألحنك بطعمه الذي يصل إلى القمة عندما يأتي مع القليل من الثوم والبصل ولنكتشف كل ميزاته من زراعته إلى فوائده ما هو فطر المحار؟ الفطر الطازج الفطر الطازج الاسم العلمي بلايروتسوستريتس والمعروف أيضا باسم فطر الحور تمت زراعة هذا الفطر اللذيذ لأول مرة في ألمانيا للبقاء خلال الحرب العالمية الأولى منذ ذلك الحين ازداد الاهتمام بفطر المحار وأثبت مكانته كغذاء تجاري في جميع أنحاء العالم بمذاقه ومظهره لها مكانة كبيرة في المأكولات اليابانية والكورية والصينية يرجع السبب في أنه يعرف أيضا باسم فطر الأوراق أو فطر الزان إلى حقيقة أنه ينمو على جذوع أشجار الزان والحور في الطبيعة إنتاج فطر المحار كيف يزرع عيش الغراب المحار؟ فطر المحار هو فطر يسهل نموه يمكنك بسهولة زراعة هذا الفطر حتى في مطبخ منزلك والاستمتاع به في وجباتك عندما تظهر بمفردها في الطبيعة فإنها عادة ما تفضل الأجزاء العليا من الأشجار وذلك بسبب وجود الكثير من الأكسجين والرطوبة والندى في تلك الأجزاء يبدأ هذا النوع من الفطريات الذي يسهل نموه خاصة في المناطق الشمالية في الظهور على جذوع الأشجار بعد فترة الحضانة الصيفية المتأخرة عندما يصبح الطقس أكثر برودة في سبتمبر أكتوبر كيف ينمو فطر المحار في المنزل؟ إذا كنت ترغب في زراعة فطر المحار في المنزل يمكنك شراء مجموعات جاهزة في الأسواق الكبيرة ويمكنك الحصول على الفطر بعد عدة ري في بيئة توفر فيها ظروفا مناسبة مكونات زراعة فطر المحار عشر هنجم من رقائق الخشب 250 جرام من الفطريات بذور الفطر كيس قمامة سميك كبير الحجم كيف ينمو فطر المحار خطوة بخطوة؟ أنشر نشارة الخشب في طبقة سميكة أسفل كيس القمامة بللها ورش بذور الفطر التي تسمى الفطريات بطبقة رقيقة من نشارة الخشب فوقها هذه المرة ورطبها ورش البذور مرة أخرى بهذه الطريقة أملأ الكيس بأكمله فوق الآخر وأربطه بإحكام إذا أمكن أحتفظ بهذه الحقيبة على الشرفة لمدة عشرون يوما دون لمسها وفي نهاية فترة الانتظار قم بقص جوانب حقيبتك بشفرة حلاقة بعد حوالي عشر أيام ستبدأ في رؤية الفطر رش الجروح بالماء أثناء جمع الفطر وتجديد العدة بعد ثلاثة أشهر كيف ينمو فطر المحار على جذوع الأشجار؟ تحتاج أولا إلى العثور على سجل مناسب يمكنك الحصول على عائد أفضل من جذوع الأشجار التي يتم الحصول عليها من أشجار الزان والحور يمكنك الحصول على سجل من قرى الغابات أو محلات الأخشاب سيكون اللغاريتم الذي يبلغ متوسط طوله خمسة وثلاثون سم وقطره حوالي عشرون سم هو الخيار المثالي أحفر ثقوبا بعمق خمسة سم في الجذع على فترات منتظمة إذا كان السجل الخاص بك عبارة عن شجرة مقطوعة حديثة فإن رطوبتها كافية لكن إذا كانت جذعا جاننا فيمكنك نقعها في الماء ترطيبها ضبذور فطر المحار ملفوفة في القشف الثقوب التي حفرتها وانتظر لمدة عشرون يوما في المتوسط في نهاية فترة الانتظار يمكنك جمع الفطر ما هي فوائد فطر المحار؟ طبخ المحار والفطر يساعد في تكسير الجذور الحرة بخصائصه المضادة للأكسدة يساهم في موازنة الكوليسترول بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا فهو يساعد على تدمير البكتيريا مثل المضاد الحيوي الطبيعي يحتوي على مستويات عالية من الحديد وفيتامينب يدعم جهاز المناعة بما أنه مفيد للهضم فهو يساعد أيضا في علاج الإمساك وصفة فطر المحار كيف تطبخ فطر المحار؟ وصفة محار فطر مقلي وصفة محار فطر مقلي بالنسبة لأولئك الذين يشترون فطر المحار ويسألون كيف نطبخ فطر المحار؟ لدينا وصفة لذيذة إليكم وصفة مقلي فطر المحار وهي عملية للغاية وملئة بالبروتين مكونات محار فطر مقلي واحد على اثنان كيلو فطر محار مقطع خشن اثنان ملاعق كبيرة من زيت الزيتون واحد ملعقة كبيرة من الزبدة ثلاثة فصوص ثوم مهروس أربع أغصان زعتر طازج واحد ملعقة كبيرة عصير ليمون واحد ملعقة صغيرة بابريكا اختياري كيفية عمل وصفة محار فطر مقلي يضاف زيت الزيتون إلى المقلات الساخنة ويضاف فطر المحار المفروم مسبقا إلى المقلات بعد أن يطلق الفطر عصارته أضف الثوم وعصير الليمون بعد التحريك لمدة دقيقتين أضيف الملح والفلفل والفلفل الحار والزعتر الطازج إلى الفطر ضع الزبدة في المقلات أخيرا وخلطيها حتى تذوب بعد أن يذوب يمكنك الآن رفع المقلات عن الموقد أنقر هنا للحصول على الوصفة التفصيلية وصفة محار فطر مقلي